أنا سأنتقل الآن إلى لندن حيث الدكتورة عزة دكتورة طيب يعني ضيفتي من القاهرة تتحدث عن أن روسيا لا تستخدم أو لا تلوح باستخدام الأسلحة النووية ولكنها تتحدث دائما عن العقيدة النووية الروسية الخاصة بها ونحن نتحدث في خضم هذه الحلقة طبعا عن الاتفاق بين بيلاروسيا وبين روسيا بخصوص نشر الأسلحة النووية في مانسكو وما إلى ذلك كيف تراقب العواصم الأوروبية والغربية خطوات نشر هذه الأسلحة النووية التكتيكية الروسية وماذا يمكن أن تتخذ من تدابير للتعامل مع هذا الموقف أو هذا الملف مساء الخير يعني بتأكيد ونحن نتحدث هنا من المملكة المتحدة أعتقد أنه بريطانيا تقف موقف الحذر وأيضا التشكيك فيه النووية الروسية والطموحات التوسعية الروسية بين قوسين تجاه كل ما يحدث الآن من تدعية الحرب الروسية الأوكرانية يعني ونحن نتحدث عن بريطانيا وزير الدفاع البريطاني ورئيس الأركان للقوات المسلحة البريطانية أعلن عن ضرورة أن تكون بريطانيا في الموقف القوي تجاه أي أطماع توسعية أو تحذيرات باستخدام الترسانة النووية الروسية ضد دول أوروبا أو ضد القرى الأوروبية بشكل كبير الميزانية العامة لبريطانيا تم تخصيص فيها 1.4 مليار جنيه السليني كزيادة لتجييش الترسانة العسكرية البريطانية والتركيز في الاستثمار في الجانب المتعلق بالغواصات النووية وأيضا الترسانة النووية في بريطانيا وكان الحديث على أن بريطانيا عندما تقوم بهذه الخطوة وزيادة الميزانية الخاصة بوزارة الدفاع هي لحماية أمن بريطانيا القومي وأيضا لمصلحة بريطانيا لمواجهة أي خطر ربما يأتي إليها من الجانب الروسي فأعتقد أن بريطانيا عندما تولي هذا الجانب اهتماما كبيرا هي تعي تماما أنه أمام ما يحدث الآن في أوكرانيا وأيضا هذه التهديدات هي تريد أن تكون على أهبة الاستعداد وأيضا التحذيرات التي قد توجهها بريطانيا أو القارة الأوروبية بشكل عام تجاه أي طموحات روسية وأيضا هناك تحذيرات توجهها بريطانيا داخل حلف النيتو من خلال تجييش هذه الدول ومنظوماتها العسكرية الدفاعية لكي تكون بالفعل مستعدة لمواجهة أي طموحات روسية أو أي هجوم ربما يستخدم فيها الترسان النووي